صرح وزير والاشغالي العمومية فاروق شيالي أن كل المشاريع في القطاع ستسلم للمؤسسة الوطنية العمومية منها والخاصة وستكون لها الأولوية في إنجاز المشاريع المستقبلية للقطاع مؤكداً على ضرورة تخصيص نسبة 10% إلى 15% لشركة أنساج وأنجام مشيراً إلى أنه لن يتم قبول المشروع من طرف الوزارة الوصية إلا إذا توفر هذا الشرط وأضف شيالي في ذات الصياق أن الاستعانة بشركة الأجنبية لا يتم إلا في حالة المشاريع الصعبة التي تتطلب مهارات تقنية متطورة لا تتحكم فيها الشركة الجزائرية